السلام عليكم ازايكم نهاردة تاني يوم العيد وانا حبيت اوريكو اختراع كشري جديد نازل حلو جدا كشري ده عبارة عن كشري كشري بس مجفف بتحطيه زي بتعمليه زي الاندومي بالزبط كل حاجة معاه تعالوا نفتح العلبة ووريكو ازاي هي على فكرة بالنسبة للعبوة فهي مشبهة جدا يعني تاتلي خلاص الوجبة بتاعتك وخلاص تشبعي منها تعالفين احنا في حظر وما بنخرجش وما بنطلبش دليفري ولا اي حاجة فالعبوات دي بالنسبة للناس اللي حابة تغير فهي حلوة انا هفتح لكم الغطى كله لان الغطى ما بتفتحش كله نص الغطى بس ده كيس اول حاجة صلصة ودقة بودر وده بصل متحمر حلوة قوي ومعاها معلقة كمان ومعاها كيس شطة بصوا ازاي مكارونا شعرية رز عدسة جبه يعني كل حاجات الكشري موجودة معاها بصوا كيس الدقة بتاعته بودر فلازم نحطه الاول قبل المياه البصل بتاعه برضو كمية حلوة بالنسبة للوزن بتاعه المعلاقة برضو الكواليتي بتاعها كويس جودته حلوة قوي تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه هنحط في العبوة التانية انا قلت اجربه واقول لكم فعلا لما طعمه كان عجبني قوي ولو كان طعمه مش حلو كنت اقول لكم برضو انه مش حلو في عندك نص الغطى هتفتحيه لو انتي هتفتحيه بس انا حبيت اوريكو العبوة الاولى ان هو ايه بالزبط تفاصيله ايه بالزبط ايه اللي فيه ووزنه قدي ايه والكمية قدي ايه وهل هو مشبع ولا لأ هنزود عليه مية مغلية بيدوب نغطيه بس انا اول واحد هزود فيه المية شوية لان انا بحب الصلصة فيه باين تاني واحد يدوب هنغطيه عشان يبقى مفلفل بالزبط بصوا اهو لغاية هنا هتبقى المية وهنغطيه هنحط عليه طبق عشان بخار المية يكمل ستواني الكشري زي الاندومي بالزبط بس الاندومي احنا بنغنيه اما ده لأ ببخار المية فهو عملي وحلو ومش مكلف كمان ده انا سمعت انه هو بتباع اغلى من كده بس هو في الشركة اللي انا جبتها يعني محل جملة هو عنوانه هسيبه في صندوق الوصف بصوا البصل بتاعه فهو البصل بتاعه زي بصل اللي بتباع جاهز في الهايبر وكده بصوا بقى اختراع 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 المستقبل نسميه بجد طعمه حول وقوي يعني قريب قوي قوي من اللي بتعمليه في البيت بس احيانا بيجي على بالنا كشري مثلا وعايزين نعمله نكسل بقى ونقول لا ما فيش داعي لا الوقت اتأخر مش عارف ايه اما ده لا جاهز في اي وقت ممكن تكليه في المطبخ بر تاخديه معيكي في الحاجات دي كلها فهو حلو بصوا حبات الرزم فلفلة وجميلة وفي العدس كمان طعمه ظاهر اوي والشعرية طعمها حلو فهو كوجبة بصراحة رائعة يعني انا عجبني اوي بالنسبة لي تجربة كانت حلوة اوي بعد ما قلبنا هنحط على وشه البصل حابة تقلبي عايزة تزودي اي حاجة تانية هتزوديها هو كان نقصه شوية ملح صغيرين للناس اللي بتحب الملح زيادة شوية او مزبوط بس هو نقصه ملح ونقطتين خل بس كده يعني معلقة صغيرة من اللي هي معلقة الشاي بس حطيتها خل مش اكتر من كده بس هو كتجربة ممتاز جدا يعني انا ممكن اجيبه تاني واخليه في البيت عندي من الميجة على بالي الكوشري هيكل كوشري اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم ما تنسيش الفيديو من اللايك والاشتراك سلام عليكم